السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اللغة العربية لأغراء مهنية والتكنولوجية أنا اسمي الدكتور نرحميمي بن زين الدين من الكوادر التعلمية لهذه المدّة سأكون معكم في البايان النبذة هذه المدّة أيها المشاهدون القرام من المعلوف لدينا أن مدّة العربية لأغراء مهنية والتكنولوجية إهدى المواد المقدمة في برنامج اللغة العربية والاتصالات وهذا برنامج تقدمها كلية دراسة اللغة الرئيسة بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية أيها المشاهد الأفاضل تركز هذه المدّة على الموضوعات المتعلقة بالمهن على غير الرسالة الرسمية وعقد الاجتماع وحضور المقابلة وكتابة الإعلان والصير الذاتية والتقرير وبمرور الزمان ونهن في عصر التكنولوجية فلم فر من استهدام موقع الويب لإصدار الثاني أو ناكل ويب 2.0 على سبيل المثال هناك فيسبوك وتويتر ويوتيوب والمدونة الألكترونية وغوغل فارم ومن شبه ذلك من المواكي الإلكترونية المستهدمة في مجال التعليم والتعلم أيها المشاهدين الأعزاء ختاما إن التعليم اللغة العربية لأغراض خاصة لا يركز على جوانب النهوي والصرف والأصوات والدلالة والمحارات اللغوية والدراسة الأدابية فحسب بل تتجاوز هذه الجوانب خدود استخدامها لأغراض محددة وجده بالذكر أن اللغة العربية لأغراض خاصة يمكن تقسيمها بشكل عام إلى كسمين ألا وهما العربية لأغراض أقدمية والعربية لأغراض مهنية أما اللغة العربية لأغراض خاصة فلها أهمية المقترف بها في قطاع التعليم مهليا وعالميا نأمل أن تكون هذه الأفكار تركي مكانة اللغة العربية في ماليزيا بمشيئة الله لعل هذه الجهور المتواضعة تفيدنا وإياكم نكتفي بهذا القدر وبالله تفق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر